بلال نتيجة عكس المبراوة. يمكن حتى قبل جول سموحة بدئتين أو ديئة بنقول يعني خسارة النقطتين دول يضيعون. مظبوط يمكن أنا بشوف إن ده كماتش من أسهل ماتشات الإلعاب هالنادي الأهلي. أحياناً الإفراد في أنك تسجل أهداف والإفراد في تضيع الفرص بيديك نتيجة عكسية. وده اللي حصل مع النادي الأهلي. النادي الأهلي هو اللي عليك ضغطة مش سموحة. أنت اللي عايز تكسب. كل ما بيمر الوقت بأن تبدأي عداف كل ما ضغطات عليك أنت. كل ما بتفتح قطوطك أكتر عشان تسجل الهداف. عشان يبقى عندك زيادة عددية. ده اللي حصل الشوت الثاني مع النادي الأهلي. تأخير الهداف. تضيع الفرص السهلة بالنسبة اللي أتيحت للعيبة لعيبة النادي الأهلي النهاردة. هو اللي خليك تبقى موجود تحت ضغط. هو اللي خليك يبقى عندك زيادة عددية. يعني بشكل كبير جدا في نص مرعب سموحة. هو ده اللي خلي النادي الأهلي يستقبل هدف. استقبال الهدف من وجهة نظري. يعني فيه عدم في جزء من عدم المسؤولية. جزء من عدم المسؤولية من أكرم توفيق ومن عمر السلي. أنت فيه كرة في ديئة أربعة وتسعين أو خمسة وتسعين. طبيعي أنك أنت ما ينفعش الفريد يعاد منك بالشكل ده. لازم على الأقل فاول. لو ما خدتش الكرة وبتعمل فاول. عمر السليه برضو ما ينفعش الضحي. تمام؟ لا ينفعش تتهور وتخش بالطريقة دي. محمد الشنوي برضو كان لازم يقف في الجول. يعني فيه مسؤولية مشتركة من التالت العيد. من وجهة نظر يعني. فدي حاجات دروس لازم تعلمها. فرصة يعني أنت اتغلبت النهاردة. لكن برضو يعني بمكسبك المائشين المؤجلين ممكن يتبقى الأول. يعني الامر بالنسبة لك متاح. في بعض المائشات للتعليم. لازم تتعلم. لازم تتعلم أنك لما يجي لك فرصة لازم تخلص. لازم تتعلم. إنك في بعض المائشات. لما يتبقى مورق. لازم لما يجي لك فرصة متاحة بالنسبة لك إن تتسجل. لازم تسجل من بدري عشان ما تحطش نفسك تحت ضغط. عشان المدير الفني ما يضطرش نوعية يغير تغييرات عكس سير المباراة. النهاردة في عندك إصابات. يعني ديانج خرج للإصابة. لعيب انت برضو كان ما كنتش عمل حساب نوعية يغير. غيرت أي من أشرف للإجهاد. عندك لعيبة كتير مجهدة. يعني مطلوب من لعيبة النادي لالي التركيز في الحالات الهجومية. انت اللي بيخليك انك ترجع وراء تدافع كده. او يخليك مثلا ان الفرق تهجم عليك او تعمل هجمات مرتدة عليك. ان انت بتيجي في آخر المباراة. انك عايز تسجل فبتضغط نفسك. فبيبقى عندك زادة عادية في النواح الهجومية حسب النواح الدفاعية. فبالتالي فرصة لفرق الخصم بتلاقي مساحات تشتغل فيها زي ما حصل في الهدف الثاني. وزي ما حصل برضو في الكرة تلعبت من ناحة شمال بالعرض. في الآخر وخرجها بدر بنون. عايز اقول للعيبة النادي الاهلي. النهاردة في درس مستفاد. درس كبير مستفاد. خسرنا ثلاث نقاط بل لكن كنا الافضل. ده معناه. احنا قلنا يا جماعة الماتشات اللي جاية دي كلها ماتشات كؤوس. طالما لسه الفرقات بينك وبين الخصم مش كبيرة. تمام? بتتكلم في ثلاثة بنت في ستة بنت. بتتكلم في ماتشين او ثلاثة على الاكثر يعني. لازم كل مباراة بنسبة لك تم مباراة كاس. لازم تدخل مباراة وانت داخل عشان تكسب. لازم كل فرصة بنسبة لك تهيد تكون الفرصة الاخيرة بنسبة لك. اه مستر م موسمان النهاردة كان يعني في بعض التغييرات. كان لوجة نظر فيها انك لازم يلعب اتنين فرودة خلاص من بداية. يعني من اول تلت ساعة من الشرط التاني لازم يحط اتنين فرودة موجودين. لانك انت خلاص فرقة سموحتك التالت في نصف الملعق او في القلب. وثبت لك اطراف الملعق. فانت كل كرات بالنسبة لك عرضية. فلازم يكون اتنين او ثلاثة موجودين في الثمانتاشر. زيادة عضاية اتنين رسل حربة او ثلاثة طبعا عشان تستغ سموانات للقرات العرضية. لكن كون كهرباء النهويfordekson إنزول طبعا موجودين في الثمانتاشر. او وليد سنgefاع موجود في الثمانتاشر. برضه هم يمكناتهم لا يجد اللعبة في الكرات العرضية. او لا يجد اللعبة بالرأس. واستغلال الهد في الكرات العرضية. دي برضه حاجات من الدروس المستفاة. أوقات كتير جدا لحظنا الفترة اللي فاتت. انك بتعمل تغييرات اكبرية وليس اختيارية. ولا اختيارية. وده اللي عمله ميستر Palmer un's maniais النهاردة. فيه طغيرات أك برعليها مستر موسماني في المباراة. في بعض اللعيبة في النادي الاهلي واضح عليها الهجاة من كتر المباراة. مطلوب بردو ريتيشن. الماتشات اللي جاية. لازم بردو تغير والنادي اللعيبة. انت عندك مباراة بعد تمانية واربعين ساعة تقريبا. اه طبعا. مباراة صعبة جدا. الجدول بتاع النادي الاهلي صعب جدا جدا جدا. انا خلاص فقدنا التلات نخاط. لكن عندك مباراة اهم. عندك الماتش اللي جاية. فرقة صعبة. فرقة غلصة. لقب بدانية عالية جدا. هيجروك في الملعب. لكن برضو انت تقدر باسم النادي الاهلي وامكاناتك وخضراتك ان تخلص الماتش. عشان كده بنقول دايما. وبنصر عليها في كل استوديو. لما تتاح فرصة انك تقتل المباراة. لازم تقتل المباراة. خلاص. هيبقى انت بالنسبة لك الامر اسهل. لان الفريق اللي قدامك هو اللي فرص اتيحت. النهاردة في حولي ست سبع فرص. اتيحت اللاعب النادي الاهلي. لازم نساكل يا كبت. مفتكرش يا بلال احنا هنقابل اسهل من. مباراة. مباراة. اسهل. سهلة جدا يا كبت نعيب. مباراة سهلة جدا. كانك عامل تمرين. سهلة جدا. اعمل تمرينة. افشل نهاردة ثلاث كور. كهرباء النهاردة. بواليا. شريف واحدة. دا احنا عجوب بعد كده من الساحات غريبة جدا في الملعب. دا سايب لك الملعب يا ضعيفة جدا. صح. انت بتستلم ما بين الباك وما بين استردباك. ممكن تعمل دابل باس. النهاردة افشل كم كورة في الثمنتاشر بيشوت. حسين الشحات جات له كورتين في الثمنتاشر. فعندك فرص وتقيحة تليك بشكل كبير جدا جدا جدا. ودي قاعدة في كورة القدم. هتضيع عداف كثيرة جدا. ممكن تستقبل. ممكن تستقبل. وانت مجهد. فلازم كل فرصة تجيلك ان تخلص الماتش. لازم تخلص الماتش. صحيح. كبنا